مين أفضل مدافع في مصر من وجهة نظرك في الثلاثة دول محمد عبد المنعم الوينش ياسر الراهيم الفقرة دي ستة في كل حتة فالله والله بجد السئلة دي بقى كتير الاختيارات دي ايو منشي بس يا بقى ما غبرت وقت من استبت دي بتعمل ساسبنس مع الناسة اه شوية شوية السنة في حاجة السئلة بيبقى الثلاثة جنديين فعلا او الثلاثة كويسين يعني لوحدة يقول ايه بيبينش طبعا مصاب بنقول له ألف سلامة ورجع ان شاء الله اكمل اقول ان شاء المنتخب مصر وعمل شكل كويس اه وياسر من اللعب الرجال الاستردباكات الجامدة الموجودة في النادئ الاهلي وانصر مؤثر في بطولات افريقيا لفترات اللي فاتت اه مينعم طبعا دلوقتي هو الافضل في مصر وهي دي فترية اللي هو ما شفها بشكل كويس بتمناله التوفيق ومزيد من التقلق ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله طب بالتالي مين بقى عبدالجان انا قلت هو مينعم في الاخر مينعم في الاخر طيب اكتر مدافع استريح سعد سامير جنبه في الملعب في التلاتة دول طبعا نجوم كبار كله لا هو مفيش استريح يعني هو اللعب جنب كابتن والجمعة هو كان حلم وشرف تمام حلم وشرف اه طبعا يعني كان حلم وشرف كبير جدا والواحد ما كانش مصدق يعني ان هو ممكن فيهم اللعب يلعب جنب وقى الجمعة والله للدرجات طبعا اه وقى الجمعة ده اسم كبير ورمز كبير من رموز القرى المصرية ودفع النادي الاهلي فالواحد كان زي ما بقولك حلم وشرف يعني اه حجازي من الناس اللي حفرت اسمها في مصر وبرضو انسان عنده اسرار وعزيمة كبيرة جدا اه طبعا وبرضو ببسط ممكن الفترة كانت قليلة في النادي الاهلي حوالي سنة اه وبعدين نحترف فبرضو كان من اللعابة التقيلة للاعابة الرجالة اه رامي يمكن زمينا بعض كتير في النادي ولقابنا مع بعض كتير في النادي وفي المنتخب ومنلاعاب الرجالة وانا برضو يعني مبسوط من رامي جدد الفترة فاتف في النادي الاهلي لانه من المدافعين الجامدين اللي موجودين في مصر عموما يعني فالتلاتة الواحد كان مبسوط يعني وزي ما بقولك كل واحد له حاجة مختلفة يعني فالواحد كان بيتشرف بهم كلهم يعني لا بس كلعب يعني كواحد انا زي ما اقولك اصلا ما تقدرش تقول حد عن حد انت في مصدي لان الابنة مع بعض رامي طولنا شوية جازي سنتين بس في المنتخبات مع بعض الشباب وانا شين قلهم كابتن واي الواحد انا اقولك كان يتمنى يعني اه طبعا محمد الشناوي من غير ما اتفكر طبعا وعدين الشناوي برضو بالمناسبة غير ان هو اوضل حارس في مصر هو يعني كابتن فرق محترم في النادي الاهلي ايوا وشايل حمل كبير جدا محدش عرفه كتير شايل حمل طبعا قضة النادي الاهلي والنجوم اللي موجودة فيه او اللايبة اللي موجودة فيه دي مش حاجة قليلة او مش حاجة سهل فالشناوي ممكن احنا كنا مع بعض الفترات اللي فاتت ممكن كنت انا هو وليد شايلين الحمل مع بعض وليد اعتزل انا مشيت فالشناوي شايل حمل كبير جدا موضوع في النادي الاهلي مستهل مكنش كابتن وقائد زي الشناوي وشخصية لها متزنة ويجمع بالحب اللعيبة وبين ان هو عنده الالتزام جوه الملعب فانا يعني دي شهادة في الشناوي الشناوي يجون كبير وقائد بمعنى الكلمة الفريق النادي الاهلي يعني طبعا فهو راجل بمعنى الكلمة لو جاله فرصة ان يخرج يحترف انت تبقى مع التجاه ده او لا يستمر لا هو مكمل خلاص انا عارف انه مكمل بس الفترة اللي فات كان فيه كلام كتير كنت معانهي اتجاهي استمر انا مع اتجاه الانسب للشناوي للنادي الاهلي يعني يعني اكيد كان الشناوي ياخده كار الصحة مع النادي الاهلي كان ياخده كار الصحة لي نازه يعني لان هما اللي في الموضوع اكتر اكادر يا جماعة اهلاوي اداري شرب كل حاجة اكسر بله مش هطعف تاخده مش هطعف تاخده